اشتركوا في القناة نسبة أمراض القلب المرتفعة مرتبطة بالأكل اللي مش سليم بنهج الحياة اللي فش فيه كتير نشاط بدني وأمور عديدة وأبحاث يمكن هيك تكون مبشرة بالخير لأمراض القلب دكتور أكرم أبو فول مدير وحدة القسطرة في مستشفى الإنجليزي معنا في الستوديو وراء صباح الخير لحضرتك صباح الخير لكم لجميع الطاقة والمشاهدين أهلا فيك مشوارك صباحا لإلنا كان بتوجهك لعننا كتير طويل كان حضرتك مقيم بقرب مدينة غزة اي نعم أنا ساكن من سكان الجنوب ساكن في كيبوت سوء على حدود غزة وطبعا مسافة صباحية وبعد الظهر بعد انتهاء العمل مشكة ولكن ممتعة 200 وإيش كيلو؟ 225 كيلو ما شاء الله عليك هاي رياضة للسيارة مش لجسم الإنسان كمان لجسم الإنسان الاستيقاظ ببكرة كمان في الصفار في راحة وفي تفكية بس بتأمل أنك تخرج من المركبة وبتعمل شوي تستريتشين طبعا طبعا في محطتين محطتين إجباريات إنعاشيات إنعاشيات طبعا أوكي نتحدث ثالث افتتحت فيه عفاف تحديدا أمراض القلب نسألك ما هي أمراض القلب والأوعية الدموية الشائعة عامة في المجتمع العربي خاصة عوج التحديد القلب هو فيه عدة مركب من عدة أشياء إحنا المفهوم العام لما نحن تكيب عن أمراض القلب كل الناس بتفهم إنه فيه ممراض في شرايين القلب تصلوا بشرايين القلب ولكن القلب فيه عدة مركبات ثانية اللي ممكن تكون فيها حالة مرضية اللي هي عضلة القلب ممكن تصيب التهاب في عضلة القلب أو ضعف في عضلة القلب اللي منسميه الفشل القلبي أو ممكن يكون هناك التهاب في صمامات القلب ممكن يكون التهاب في الغشاء الخارجي للقلب ولكن الدارج عندنا في المجتمع لما نحكي عن أمراض قلب نحن نحكي عن أمراض تصلوا بشرايين القلب وهي أكثرها إشاعة وأكثرها وجودا بين الناس وإلها علاقة مع نمط الحياة ومع السلوكيات الإنسان في حياته ولكن الأمراض الثانية لا متأثرة بالشكل جذري من مصاري الحياة وسلوكيات الحياة إنما مرض شرايين القلب له علاقة سببية وواضحة بين تعاملنا مع أنفسنا وسلوكنا ونمط حياتنا ونمط أكلنا ونمط نومنا ونمط تعاملنا مع البيئة له أهمية جدا كبيرة في مرض تصلوا بالشرايين يعني إحنا بنظلم القلب لما بيكون دايما المتهم الأول والرئيسي مشاكلنا النفسية والعاطفية والجسدية والصحية أيضا منقول القلب لأنه بالنسبة لنا هو نبض الجسم ونبض الحياة طبعا هو الجزء النابض في كل حياتي دكتور بدون شك في كتير مسببات لهذه الأمراض يمكن منها عامل وراثي عامل خلقي يعني ممكن طفل يخلق معي خلنينا بس نحن نحدد هاي الأمور ونوضحها نحدد إنه إحنا بنحكيك حاليا عن أمراض الشرايين الشرايين وبالتحديد عن أمراض تصلوا بالشرايين اللي هو مرض مش وراثي معناته مسببات هذا إله مسببات في عامل الكل المتفق عليه إنه في عوامل اللي ممكن غيرها في عوامل مش ممكن غيرها يعني هاي العوامل نسميها عوامل محفزة أو عامل خطورة لظهور تصلب الشرايين نحن ما بنحكي عن مسبب واحد في عدة هناك أسباب وهي رسمنا كلها أسباب ملازمة أو أسباب خطورة لظهور هذا التصلب الإشي اللي مش ممكن نغيره هو عامل وراثي يعني الإنسان يخلق معاول مراثي معين اللي هذا بأخذه من أبوه وإمه اللي هذا مش ممكن تغييره يعني ممكن الشرايين إذا بنحكي بمصطلحات بسيطة مش هل نفهم إنه هاي الشرايين ممكن تكون حساسة جدا وممكن تكون عصبية جدا أو ممكن تكون فيها نوع من الهدوء هس إذا كانت عصبية جدا فيه هناك عوامل عدة عوامل اللي ممكن تسببها ضرر وهو التدخين في الدرجة الأولى نعم أوكي التدخين للأسف إحنا نسبة المدخنين عندنا في الوسط العربي وأحكي عن الرجال يعني غير طبيعية تفوق نسبة المدخنين في الوسط اليهود السمنة أوكي اللي نفس الشيء إنه السمنة إنه بالشكل بنسبة عالية جدا تفوق نسبة السمنة في الوسط اليهود بالأخص عند النساء أوكي ثالثا السكري نسبة السكري عالية جدا إنه بين النساء وبين الرجال تفوق كمان نسبة السكري في الوسط اليهودي كلها وضغط الدم نفس الشيء ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في الكوليسترول وارتفاع في نسبة الدهنيات في الدم بالأخص لما نحكي عن الكوليسترول طبعا هو الكوليسترول جزء هام جدا في تركيب خلية الإنسان وخلية الإنسان لا تستطيع أن تكون بواجباتها من دون الكوليسترول هذا فلذلك الكوليسترول يعني أمر مهم لكن وجوده في الدم بنسبة عالية وهو ممكن يكون ضرر ولما حكينا نحكي عن الكوليسترول بدي أوضح هنا نقطة أنه فيه كوليسترول اللي ممكن يدافع عن الشريان من تصلبه وفيه كوليسترول اللي هو ضار وممكن هو اللي بترسب في داخل الشرايين وهو بكون النواء الأساسية لحدوث تضيق في شريان القلب هذا الكوليسترول المضر منسميه LDL والكوليسترول إنه ممكن HDL فالكلمة نحن نحكي عن كوليسترول مش وحدة متكاملة وهو موجينة فيها طبعا نحن نحكي عن كوليسترول المضر وهو LDL هسه فيه طبعا هناك فيه نوع من الجدال ما هو ما هو ما هي شو نسبة نسبة الكوليسترول LDL الجيدة للإنسان ما فيه هناك نسبة واحدة المسألة النسبي للفرد نفسه نسبية للفرد نفسه نسبية لمعطياته مثلا الفرد اللي عنده تصلب في شرايين النسبة اللي يتصلب في شرايين سواء كان شريان السباة لتاعم المخ أو في شرايين الكلة أو في شرايين الجرين أو في شرايين القلب النسبة اليوم اللي متفق عليها إنه ممكن تكون أحسن شيء لمستقبل المريض هي 70 ميلي جرام في المية فما تحت بينما إنسان اللي فيش عنده ولا أي نوع من تصلب في شرايين لحديث مية واربعين يكون يكون نورمال فلذلك أنا بتوجه هون بقول كل من عنده تشخيص في تصلب الشرايين في تصلب الشرايين نسبة الكوليترول اللي مرغوب فيها في دمه هي 70 فما تحت هذا للLDL للمنخف للLDL طبعا الHDL ما فيه علينا الLDL فيه عندنا وسائل دوائية كثيرة اللي ممكن إحنا نسيطر عليها ونوطيها وأثبتت إنه هاي الأدوية ممكن تزيد في نسبة معيشة الإنسان يعني في السورفايفل اللي مقولها السورفايفل نعم بينما الHDL وإمكانياتنا في تسيطر عليه هي بسيطة جدا لحديث اليوم ما فيه دواء جيد اللي ممكن ننطيه ونقول إنه هذا ممكن نرفع الHDL ويحافظ على شرين الكلب ولكن واضح إشي واحد إنه الرياضة بشكل متواصل على الأقل ثلاث أيام في الأسبوع لمدة ساعة ممكن ترفع الHDL أيضا إنه دكتور قضية الرياضة بالإضافة للي ذكرتهم قلة الوعي الموجود عندنا كمجتمع عربي ذكرت الرياضة وهذا مهم السؤال هو إنه هل في قلة وعي على مستوى طبي فيزيولوجيا لجسم وعي الإنسان لنفسه أم إنه نتحدث حسب خبرتك أيضا كيف ما أنت شايف بقبعة الطبيب هل أم هو أكثر سلوكي وخلل سلوكي في المجتمع العربي اثنين أنا اشتغلت في مستشفى سروكا كتقريبا ثلاثين سنين واليوم أنا أشتغل في الوسط العربي في الناصري أربع سنين وأشوف الفروق الفروق هي نابعة عن ثقافة وعن توعي وعن سلوكيات للأسف الإمكانية التوعية الصحية في المجتمع العربي ضئيلة بالأخص في الجيل المتقدم في الجيل المتقدم اليوم بجوز الجيل الشبابي هو أكثر وعيا وأكثر معرفة في معطيات الصحة الجسدية وممكن يكون هذا إلو طبعا أثر على سلوكياتي على سلوكيات الإنسان بعدين ثان إشي إحنا عنا بتشوف أنه يعني بيجي المريض بتقول له لازم تأخذ دواء شو يا أخي أنا لازم أخذ دواء طول حياتي آه لازم تأخذ دواء طول حياتك يا عمي لأنه ممكن حياتك ممكن تكسر إذا أنت بتأخذش دواء بس تشعر أنه في يعني بشعر أنه فيها خدش لسخطيته أو لكرامته أنه هو بأخذ دواء لا أنا بقدر هذا كامل إنه بدي أقاون ورد هذا من دون دواء يعني بس مش ممكن بسرش إلا تأخذ الدواء مشان نقدر نخافض على حياتك وعلى شريينك ونمنع حدوث جلطة قلبية أو جلطة دماغية أو تصلب شريين الأطراف السفلة لازم تأخذ الدواء ولكن صعب صعب لعدم المعرفة لعدم المعرفة وقعدين نحن نحاول في قدر الإمكان بأنه يعني نثقف هاي الناس ونشرح لها أهمية أهمية الوقاية هل سيحنا مثلا في غرفة الكسطرة نحن ندويش المرض نفسه نحن ما ندوي المرض نفسه اللي سبب لتصلب الشريين ولا اللي سبب لجلطة قلبية نحن ندوي النتائج وهذا المعلومة اللي بدي أمررها لجميع الناس إنه إحنا لما نعمل قسطرة ونفتح الشريين والشريين فتح من تسكير 100% لـ 100% فتحان أو عند تسكير 80% لـ 20% إحنا ما دوينا المرض اللي أدى للتسكير إحنا دوينا النتائج ولكن المرض بيظلوا مستمر إذا الإنسان لا يداول أسباب اللي هي أدت لتسديد الشريين مثل السكري، ضغط الدم، الدهنيات، الدتخين، نمط حياة جيد، أكل جيد، رياضة إذا هذا ما هتبعها بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاثة، بيظهر تسديد في محل ثاني وبيجي أننا كمان مرة ثانية وكمان نقطة هون بدي أستغل الفرصة هان إنه في كثير من الناس أول ما تصيبهم الصدمة إنه حصار عندهم جلطة قلبية ونوبة قلبية بأخر الدواء أول شهر شهرين بروح بمع الفحوصات الفحوصات مية فإنه بقول دكتور الله فحوصاتك 100% وبعد فعلاً هو شاعر 100% إنه جسم 100% بغضر روح وغضر يجي فبوقف إيش الدواء بس ولا يعلم إنه إحساسه الجيد ونتائج الفحوصات اللي جيدة هي جزء منها إيش؟ الدواء اللي بأخذه لبوقف الدواء طبعاً الأسباب صارت حدي وبسدد كمان مرة وبيجينا كمان مرة وهي فعلاً حالي شائعة شائعة جداً نسبة الالتزام بتعليمات الطبيب والأدوية اللي بنكتبها للمريض ضئيلة جداً في الواسطة العربية للأسف الدكتور إلى جانب كل مسؤولية الأطباء اليوم والتوعية في هذا الموضوع ولكن إذا بننقارن قبل 30 أو 20 سنين لما كان نسمع أو نعرف عن شخص عنده مرض بالقلب حتى لو تصلوا بشريين وكأنه هي آخر الدنيا كان فيه تخوف جداً كبير الفكرة من وراء هاي المقولة أنه اليوم صار فيه تطور كبير في مجال حتى جراحة القلب أمراض القلب وهذا أكيد يعود للدراسات والأبحاث اللي عم بتقوم بهذا المجال يعني دخلنا أكثر في هاي الصورة مؤتمرات عالمية قديش إحنا اليوم فعلاً في مكان جيد بما يخص موضوع أمراض القلب أيوة نقطتين أول إشاء أمراض القلب هي أكثر أكثر المجالات اللي فيها تطور تكنولوجيا من ناحية الإمكانية أن ندوي أمراض القلب يعني إذا بتأخذ كل المجالات القلب أمراض القلب وأمراض تصلوا بالشريين بالأخص وكمان أمراض الثانية فيها تطور تكنولوجيا غير طبيعي في السنوات الأخيرة يعني إمكانياتنا أن ندويها أكثر أكثر المجالات تطوراً في عالم الطب في أمراض القلب هي إمكانياتنا اليوم الخير تقريباً خير محدودة بأن ندوي تصلب الشريين عن طريق الكسطرة وما كانت الشريين مش بس القلب كمان شريين الدماغ وشريين الأطراف السفلة وشريين الكلة وشريين الأمعاء وعندنا إمكانيات تكنولوجية غير طبيعية التطور صار غير طبيعي أنطيكم مثال بسيط مثال بسيط التوسع في أم الدم أم الدم هو الشريان الأبهري في البطن نسميه إحنا أم الدم يعني الأورطة كان التوسع في الحل الوحيد اللي كان قبل سنين عنده الحل الوحيد أنك إنتيش تفتح البطن جراحة جراحة بواسط الجراحة وهي عملية من أكبر عمليات وكانت نسبة الموت فيها تقريباً خمسين في المئة بينما اليوم إمكانياتنا إنه إحنا نسكر هذا التوسع ونبني الشريان من جديد عن طريق الكسطرة ما عد في حاجة حتى لجراحة حتى ما في حاجة لجراحة عن طريق الكسطرة وثاني يوم ممكن الخط يوقف على الجري ويروح ويمشي وبعد كذا يوم وروح على البيت ويمارس حياتهم طبيعي ونسبة النجاح فيها حوالي تسعين في المئة فوق تسعين في المئة عمليات القلب عمليات تسدد الشرايين اليوم الإمكانيات والوسائل الموجودة أمامنا جعلت نسبة احتياجياتنا لعملية قلب مفتوح خفت كثير يعني اليوم بواسطة الشبكيات الحين يقولها شبكيات اللي هي ستنت أو في ناس بقولها قوس هذا طبعاً فتح أمامنا الأقواس اليوم المطلية اللي فيها مادة بتمنع بتمنع الانسداد الشريان كمان مرة فتحت أمامنا مجال أنه كثير من المرضى اللي كاننا نوديهم على العمليات اليوم نحط لهم كواس ما نحن نسميها في بلادنا كواس ومنخفف عنهم أو من يعني من مستوى الجهود نوفر لهم العملية اللي هي فيها كثير مضاعفات في عدة أحيان عادة عن ذلك كله متطور تضيك في الصمام الأبهري يعني أورتك فال التضيك فيه وتسديده كان قبل الحل الوحيد فيه عملية اليوم فيه النحلول بالأخص المرضى اللي بيقدرونه شوفه عملية إمكانيتهم لا تسمح لهم أو وضعهم الصحة لا يسمح لهم بأنهم فوته عملية ممكن نستغيرهم الصمام عن طريق الكفتر هذا الموضوع دكتور الخلقي أم أنه أيضاً يعني مشكلة الصمام مشكلة الصمام لا مشكلة الصمام هي لا تتبع لا لسلوكيات بشكل عام هذا مرض ممكن يكون فيه أمرين ممكن بسبب خلال ولادي نعم أو مع الجيل أغلب الحالات هي بسبب الجيل وبسبب طرسبات كلسية على الصمام الأبهري اللي بسبب عدم انفتاحه بصوره قدرته على الحركة على الانفتاح والتزديد بصير ضئيلي فبيظله بوضع معين اللي هو فيه تزديدي اللي لا تسمح للإنسان أنه يكون بوظائف القلب أخيراً يا دكتور نسألك بدأ أحاول أسكر دائرة معينة على الأقل بين وبين حال ويارب يكون فيه الهافايدي لما منحكي على كيف ما حكيت عفاف بالبداية على مستوى وراتي يعني بعيداً عن الدين يعني استنسخوا كتير كائنات حي خلنا نسميها يعني لمش قدرين يتوصلوا لهذا الاستنساخ شو الدقيق والغير في عملية القلب ونفهم مفهوم ماذا يورث للجنين بالضبط تحديداً عشان يخلق بهذا الشيء بس أوضح أنا نقطة هنا أحكي عن عامل وراثي ليس يعني عامل مفروض إنو إذا كان عند الأب أو عند الأم أو عندهم اثنين إذا كان عندهم أمراض قلب في تزديد الشريين مش بالضرورة يكون عند الولد احتمال بيكون احتماله إنو إنو أخذ الجينات اللي هي حساسة في شريين الكلب احتمال أكبر من أواحة الثانية اللي فيش عند أبو عند أمو مش بالضرورة إذا كان عند أبو بس لازم عنها تكون حساسة لأنه في احتمال أنه أخذ الجينات اللي سببت للشرايين القلب تكون حساسة في الهندسة الجينات اليوم عالم متطور وبيحاول كل شيء وجد وجين لأمراض القلب وجين لأمراض الشرايين وجين لأمراض العينين بحاولوا أنهم أي شيء يعملوا characterization لكل مرض ومرض ولكن نحن في مراحل بس البحوثات في هذا المجال وفي مجال تطلب الشرايين بما أن الأسباب هي multifactorial يعني هي أسباب عجلة ليس سباب واحد فلذلك التعامل معها لازم يكون بتكامل يعني بنمط حياة وبتفكير وبوعي وبسلوكيات وبالتزام طبعا لمتابعة الطبيب دكتور أبو فول شكرا لإلك نورتنا في هذا الصباح شكرا على كل المعلومات استفدنا منك شكرا لكم شكرا